بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلبة التوجيه الرائعين جيل 2008 الفخمين أهلا وسهلا فيكم ربي يرضى عنكم يبارك فيكم ويفتح عليكم يرزقهم التفوق والنجاح والتميز والإبداع والتألق دائما وأبدا في الدنيا وفي الآخرة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم فتوح العارفين وأن يمهد لكم دروب السالكين وأن يجعلكم يوم النتائج من الطلبة المتفوقين المتميزين الفرحين بإذن الله رب العالمين وربي يرضى عنكم يا مرتبين تعرف بتأخر عليكم شوي في تنزيل الحصاص لكن احنا ماشيين ضمن السيف سايد إن شاء الله تعالى لأنه هذا الدرس هو آخر درس وهو أكثر درس قصير بثلاث حصاص إن شاء الله بنخلصه بإذن الله تعالى الله يقدرنا على ذلك وغير هيك ما يكون خلص نصف المادة احنا مخلصين ثلثها اليوم بلشين نختم نصفها بإذن الله بيظل علينا الوحدة الأخيرة هي الأسهل والألطف لكنها الأهم في بعض المواضيع وليست في مواضيعها كلها في بعض المواضيع إن شاء الله تعالى وأبو الحيان ما هيقصر معه للطلاب خصوصا للسنين الجاي إن شاء الله راح يمشوا في الحقل الطبي أو يدمج حقل الطبي وتكنولوجي ويدرس كيميا ما هقصر معك تفاصيل مية بالمية بإذن المولى عز وجل هتكون ترضيك وتأسيس قوي جدا اللي يمكنك من المادة وتستمتع فيها وهذا وعب مثل ما بعض الأجيال السابقة إنه دائما مادة الكيميا معي متعة أنتوا مادة الكيميا حتكون برضو متعة مع أبو الحيان اليوم إن شاء الله تعالى حنبدأ في الدرس الثالث واللي بحكي لي عن قوى الترابط أو أنواع القوى بين الجزيئات وبدي هون يتركزوا معاي قبل ما أبدأ شو الفرق بين الروابط الكيميةية وأنواع قوى الترابط بين الجزيئات في فرق كبير بينهم بهذا المصطلح يعني في فرق لما أقولك والله الترابط بين الجزيئات أو الروابط الكيميائية ما هي ترابط يعني رابطة وكذا وإلى آخر هيك الطالب ممكن يظن قوى الترابط بين الجزيئات شيء مختلف جدا عن الروابط الكيميائية بيش بيختلفوا يا أستاذ؟ ركز مع عمك أبو الحيان إن شاء الله هتطلع من هذا الدرس فهمان فتبع معي خليني أروح على الوايت بورد شوي وأوضح اللي نفسي أوضحه معك أنت كطالب رائع متألق سمي بالله وشوف علي إحنا يا أستاذ العزيز لو بدي أفترض أنا عندي ذرة X معلش خليني أكبر الخط لو أنا عندي ذرة X مرتبطة برابطة بذرة Y هاي الرابطة شو ممكن تكون؟ هاي الرابطة أستاذ تنقسم قد تكون وقد تكون وقد تكون قد تكون رابطة أيونية وسمعت في الأيونية سابقا السنة الماضية وما قبل الماضية ممكن تكون تساهمية يا أستاذي واللي أنتو بتعرفوها وأصلا شغلنا كله عليها السنة هاي وممكن تكون فيلزية كذلك اللي هي مرت معكم أيضا السنة الماضية بالعشر فصل أول آخر درس بالوحدة الأخيرة بالعشر الروابط هذول بنسميهم روابط كيميائية هي الروابط بين الذرات هي الرابطة اللي بتصير بين الذرات عشان يكونوا لي جزيء يعني جزيء الماء أستاذي هاي أتش وهاي أتش جزيئين غير الرابطات هاي الرابطة تساهمية وهاي الرابطة تساهمية أدت إلى تكوين جزيء كامل فهاي من سميها أنواع الروابط الكيميائية اللي أنت بتعرفها أيونية وتساهمية وفلزية لكن أنا درسي عن أنواع الترابط بين الجزيئات قوة ترابط بين الجزيئات يعني إيش يا أستاذ يعني يا أستاذي أنا قصدي هو ما يلي لما حضرتك يكون معك جنية مي وتروح فاتح الجنية وتكب الجنية بتحس المي بتنزل بشكل من إنسيابي كقطعة واحدة يعني شلال بينزل كقطعة واحدة أو كشيء واحد كوحدة واحدة شو اللي بيربط جزيئات الماء مع بعض ما هو جزيئ الماء عبارة عن أتش تو أو هاي أتش تو أو بهذا الشكل سؤالي هذا كله جزيئ طب أنا عندي جزيئ ثاني في المي ما هو هاي مليارات الجزيئات مليارات مليارات الجزيئات كيف هذول هذا كامل كيف شابك مع هذا كامل هس هاي الرابطة اللي هون اللي بين الذرات منسميها رابطة تساهمية روابط كيميائية ما عندي مشكلة لكن هذا الجزيئ كامل شو اللي بيشدوا لهذا الجزيئ شو اللي بخليهم يتجاذبوا ايش نوع قوة تجاذب اللي بينهم اللي بتخلي هذا الجزيئ الماء مع هذا الجزيئ الماء بيمشوا كوحدة وحدة كقطعة واحدة هذا اللي بدي أدرس أنا بدي أدرس الرابطة بين هذا كامل مع هذا كامل أو القوة اللي بتجذب هذا كامل مع هذا كامل هي مش روابط هي قوة جذب فأنا بدي أشوف شو اللي بجذب هذا الجزيئ كامل مع هذا الجزيئ كامل وكيف أميز وشو الأنواع اللي إحنا رح نحكي فيها فهمنا شو يعني قوة ترابط بين الجزيئات غير عن الرابطة أو قوة ترابط الكيميائية اللي هي الروابط الكيميائية اللي بين الذرات هاي نقطة كتير مهمة لازم تكونوا عارفينها فهمينها ومستوعبينها والميزين بين الروابط الكيميائية وبين أنواع قوة الترابط يا أستاذ الحزيز فهمنا؟ نبدأ بدرسنا بسم الله على بركة الله صلي على الحبيب خلي قلبك يطيب والقوة بين الجزيئات ورح نبدأ بأنواع قوة تجاذب بين الجزيئات تبادي لك في مقدمة بحكي لك يا أستاذ في هاي المقدمة اللطيفة أنه بصير في عندي قوة تجاذب يعني حاول ركز أنها نسمى قوة تجاذب بين جزيمات المادة سواء جزيئات أو أيونات أو غيرها جزيئ كامل مع جزيئ كامل في بينهم قوة الجذب كويس قوة التجاذب هاي يا أستاذي هي اللي بتحدد لي أستاذي كثير من خصائص المادة زي درجة غليان ودرجة انصهار ولزوجة وتحولاتها الفيزيائية كيف يعني؟ لما يكون في عندي جزيئ مادة جزيئاتها مرتبطة مع بعض بقوة ترابط جدا قوية رح يجي نحكي عنهم نرتبهم قوة ترابط جدا قوية إذا كانت قوة ترابط بين الجزيئات قوية جدا معناته هذا الجزيئ مش سهل إنه يغلي بده درجة حرارة هائلة مش سهل إنه ينصهر بده درجة حرارة هائلة ليه؟ عشان أقدر أتغلب على هاي القوة ما هو أنا يش يعني انصهار بدي أفككهم شوي عن بعض أبعدهم شوي عن بعض فبيلزمني كمية طاقة كبيرة فلو كانت قوة تجاذب قوية معناته أنا بلزمني طاقة يجي عشان أكس هاي القوة أو أضعفها أو أخليها ضعيفة عشان أخليه ينصهر أو أخليه يغلي تمام؟ وصلت؟ فهاي الفكرة كلما كانت قوة تجاذب بين الجزيئات ضعيفة بتكون درجة غليانة منصهار قليلة يعني كمية طاقة حرارية بسيطة ممكن يتفككوا لأنها ضعيفة بسرعة بتتفكت أو بتصير أضعف أو بضعيفها بزيادة أكثر بكمية قليلة من الطاقة لكن لو كانت قوة تجاذب قوية جدا 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 إذن أنا أحتاج إلى طاقة هائلة جدا 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 عشان أضعف هاي الرابطة وبالتالي أحوله من صلب إلى سائل أو من سائل إلى غاز أو من صلب إلى غاز مباشرة بعملية التسامي أو ما يسمى بعملية التسامي تمام؟ طيب فراح نلاقي إنه هاي القوة أستاذ بتكون ضعيفة في الغازات قوة تجاذب بين الجزيئات غاز ضعيفة غاز حالة غازية أصلا جزيئاتها بعيدة عن بعض فبتكون شبه معدومة عشان هيك الغازات سهلة للانتشار في جميع الاتجاهات حرة الحركة ليه؟ قوة تجاذب بينها ضعيفة لكن في السوائل أقوى شوي هذا اللي بيخلي السائل إيش؟ يحافظ على تماسكه المية بتظل محافظة على تماسكها إلى حد ما وبتكون هاي القوة أقوى ما يمكن وين في أي حالة في الحالات الصلبة ليش الحالة الصلبة؟ لأن قوة تجاذب بينها قوية جدا لدرجة أنه إيش؟ لا يمكن أنك تقدر يعني خلص شكلها ثابت حجمها ثابت مش زي السوائل السوائل قوية بس مش كثير قوية لدرجة أنه يخلي حجمه ثابت لكن ما بشكله مش ثابت أما الغازات لا شكل ثابت ولا حجم ثابت لأنها قوة ضعيفة وبتنتشر في جميع الأرجاء يطلق على هاي القوة اسم القوة بين الجزيئات شو تعريف القوة بين الجزيئات؟ إيش يعني هذا المصطلح يا أستاذ؟ هاي قوة تجاذب بتنشأ بين جزيمات المادة نفسها جزيئ ماء مع جزيئ ماء جزيئ أمونيا مع جزيئ أمونيا بتختلف بطبيعتها عن الروابط الكيميائية ملاحش علاقة بالروابط الكيميائية وفسرنا الآن ووضحنا شو يعني رابط الكيميائية وشو قوة التجاذب اللي بين الجزيئات؟ غير عن الروابط اللي بتنشأ بين الدرجات طبعا عادة قوة تجادب بين جزئات بتكون أضعف منها بكثير إذ تعادل قوتها من 1 إلى 10% من قوة الروابط التساهمية يعني أخليك تتخيل الموضوع الروابط الداخلية اللي إحنا نسمعها عفوا الروابط الكيميائية اللي هس حرحناها آيونية تساهمية فلزية أقوى أقوى الروابط الكيميائية الفلزية بعدين بيجي وراها الآيونية وأضعف إشي التساهمية عشان تكون بالصورة هاي قوة الروابط بين الذرات طيب لو بدي أاجي عن قوة الترابط بين الجزئيات قوة التجادب اللي بيصير بين الجزئيات يجوا قارنوها بالرابط التساهمية اللي هي أضعف وحدة بالروابط الكيميائية وجدوا أنه أقوى وحدة بين قوة الجزئيات اللي رح نخذهم بعد شوي أقوى وحدة فيهم أضعف طلع أضعف من التساهمية بـ 90% يعني من 1 إلى 10% قوت هيدوب من الرابط التساهمية تخيل يعني الرابط التساهمية أقوى منها بأضعاف بأضعاف أضعاف فهمت علي؟ طيب على كل إحنا رح ندرس ثلاث أنواع أساسية من قوة بين الجزئيات ثلاث أنواع عني قوة الروابط الهايدروجيني الهايدروجين بوندز عني قوة تجادب ثنائية القطب دايبول دايبول وقوة لندن لندن فورسز هاي الثلاث قوة هي قوة تجادب بين الجزئيات جزيء مع جزيء أقواهم هيدروجيني ثم ثنائية قطب وأضعف واحدة فيهم لندن تمام؟ أضعف واحدة فيهم قوة لندن فيه ناس بقولوا قوة لندن لندن تمام إحنا اليوم رح ندرس الروابط الهايدروجيني وقوة الروابط الهايدروجيني الهايدروجين بونز الآن سهل جدا 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 لكن بدك تركز منيح كثير 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 أختصر عليك عشان الجزيء هذا يرتبط مع هذا الجزيء أو يتجادب مع هذا الجزيء بقوة الروابط الهايدروجينية في عندي شرط وهذا الشرط هو الأساسي اللي بيخليك يتميز إنه هاي الجزيئات رح ترتبط بروابط هيدروجينية ولا لا ما هو هذا الشرط يا أستاذ صلي على الحبيب هذا الشرط يا أستاذ العزيز اسمها رابط هيدروجين في هيدروجين في الموضوع لازم يكون في الجزيئ نفسه تتبع علي ترابط مباشر بين الهايدروجين مع أعلى ثلاث ذرات سالبية كهربائية مين أعلى ثلاث ذرات سالبية كهربائية ال-F ثم ال-O ثم ال-N يعني أعطيتك جزيئ قلت لك هذا الجزيئ لو بدي يرتبط مع جزيئ آخر زيه بنفس النوع شو نوع قوة الترابط بدك تقول ليا هيدروجيني ثنائة قطب يا لندن طب إيش أول إشي أكشف عنه أش Salvador أرى هل هو قوة ترابط هيدروجيني ولا لا كيف أميز إذا الجزيئ في هيدروجيني في ترية هيدروجيني أرى هل هو مرتبط هاي الهايدروجيني ولو هيدروجيني وحدة هل الهايدروجيني هاي مرتبطة بارتباط مباشر يعني الـ H شابكي مباشرة مع F أو O أو N بقول عنها قوة ترابط هيدروجيني وانتهى الموضوع دائما دائما تفقنا شرطي كالتالي إذا كان عندي يا أستاذ جزيء يحتوي في صيغته على ذرة هيدروجين وروح ترسم في تركيب ليوس بطلع ذرات الهيدروجين أو ذرة الهيدروجين الموجودة وإن كانت وحدة إذا كانت مرتبطة بشكل مباشر يعني دغري خلص شابكي فيها هاي الهيدروجيني شرط أن يكون هيدروجين طبعا شرط سمة هيدروجينية شرط إذا كانت ذرة الهيدروجين هاي مرتبطة ارتباط مباشر مع إحدى الذرات ذات السالبية الكهربائية العالية F أو O أو N دائما هيدروجيني طب إذا أجمع إشيء ثاني بطلت هيدروجيني لو أجمع C L مش هيدروجيني لازم أجمع F أجمع O أجمع N وهاي نقطة كثير مهم اتفقينه ولا ما اتفقناش تمام فشرط مهم جدا 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 H مرتبطة ارتباط مباشر مع F H مرتبطة ارتباط مباشر مع O H مرتبطة ارتباط مباشر مع N يعني أن قوة ترابط بين هذا الجزيئات أو هاي الجزيئات تكون قوة ترابط هيدروجيني اتفقنا عنه وياكم مع هاي النقطة يا رب تكون اتفقنا فبحكيني الآن تنشأ يا أستاذ الرابطة الهايدروجينية بين جزيئات متجاورة بحيث تشارك فيها ذرة الهايدروجين اللي بترتبط بالجزيئ برابطة تساهمية مباشرة بوحدة من الذرات السليبية الكهربائية اللي هي الفلور أكسوجين نايتروجين فمثلا أعطيتك جزيئ تبين معك من تركيب لويس أنه الـ H مرتبطة مع F ارتباط مباشرة هي رابطة تساهمية بنفس الجزيئ فإنتهى الموضوع مركب الـ HF رح يرتبط مع مركب HF ثاني برابطة هيدروجينية فإيجي شو اللي بيصير عندي اللي يصير عندي كالتالي يا أستاذ الـ F عندها شحنة جزئية سالبة ليه الـ F قوتها هتسحب للإلكترونية الرابطة لعندها والإلكترونات بيبعدوا عن الـ H فالـ H بيظهر عليها شحنة جزئية موجبة معناته هون أنا عندي فيه كثافة إلكترونية عالية لأن الإلكترونات صارت مزاحلة هون فإذا الكثافة الإلكترونية رح تنزح نحو ذرة الفلور معناته شحنة جزئية سالبة الفلور حتكون شحنة جزئية شماله سالبة بينما الـ Hydrogen بتكون شحنة جزئية شمالها موجبة معناته وهذا بيجعل الرابطة قطبية و بشكل كتير كبير ومعها طلع قد انا F ولا O ولا أن هذول بشدوا كثير طب تصير رابطة مش بس قطبية قطبية كثير 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 أيوة يا أستاذي ممتاز ليش لأنه فرق السالبي الكهربائي بين الـ H والـ F والـ H والـ O والـ H والـ N كبير شو اللي بصير الشحن الجزئي الموجب للهايدروجين راح تجذب تنجذب نحو زوج ابتونات غير رابط في ذرة الفلور في جزئيها المجاور يعني أنا لو بدي أجي أمثل الحكي اللي بحكي لي إياه هون لو أنا عندي أجي يا أستاذي مرتبطة مع F وأنا عندي مركب اسمه HF فلوريد الهايدروجين هيو الـ H مرتبطة ارتباط مباشر مع الـ F ولا لا هيتركيب لي وسط الـ F عنده زوج ابتونات غير رابط هيك الزواج ابتونات غير رابطة هلأ مش الـ F سالي بيك كهربائية عالية وبيشد لعنده نعم افترضنا أنه بيكتسب لكنه ما بيكتسب هو بس بيسحبه من عنده فبظهر عليها شحنة جزئية سالبة الـ H شو بظهر عليها شحنة جزئية موجبة طيب؟ طيب لو عندي أنا جزئ آخر HF وهي اسمها قوة ترابط بين الجزئات عندي جزئ آخر لنفس القضية وحتلاقي الـ F سحبت لعندها شحنة جزئية سالبة والـ H شحنة جزئية موجبة الموجب ينجذب للسالب فطرف الـ H هذا اللي هون الموجب رح ينجذب يا أستادي للطرف السالب هون بهذا الشكل هاي قوة التجاذب بنسميها هايدروجيني ترابط هايدروجيني يا أستادي قوة الترابط الهايدروجيني هاي الرابط بين هذا الجزئ وبين هذا الجزئ طب أنا كيف أميز؟ قلت لك H مرتبط ارتباط مباشر مع أفت امتهى الموضوع أو H مرتبط ارتباط مباشر مع أو أو H مرتبطة ارتباط مباشر مع N فانتهى الموضوع فهون رابط قوة رابط هيدروجيني لذلك الشحن الجزئي الموجب للهايدروجين حكينا هاي ها راح تنجذب نحو زوج إلكترونات غير رابط من ال F زي ما عملنا ها السهون في ذرة الفلور في الجزئي المجاور وبنشأ بينهم قوة تجاذب تسمى بالروابط الهايدروجيني هاي H هاي F هاي H وهاي F هذا جزئ وهذا جزئ هذا شحن الجزئي موجبه هذا شحن جزئية سالبة وهذا سالبة وهذا موجبه فهذا بينجذب لهذا ونفس الشي لو أنا عندي كمان H F ثانية هاي H موجب وهاي F ذا تكون هي السالبة فالموجب بينجذب للسالب والموجب بينجذب للسالب الموجب بينجذب للسالب فبصير قوة ترابط على شكل شبكة طويلة بتخلي الجزئ كامل كأنه كقطعة واحدة بمشي ذلك شو بقول لي وضح بالرسم الرابطة الهايدروجينية بين جزئيات ال NH3 وال H2O ال NH3 لو رسم التركيب له وسيئا مع H هون هون وسألتك هل هاي قوة ترابط هيدروجينية يعني ال NH3 بترتبط مع بعض جزئي الأمونية هذة وديرتبط بجزئي الأمونية ثاني بيرتبط برابطة هيدروجينية نعم ليه لأنه ال H مرتبطة رتبات مباشرة معا ولو واحد هاي خلاص هاي هاي يعطيك العافي انتهى الموضوع ال N شحنته هيكون شحن جزئية سالبة عليه بينما ال H شحن جزئية ايش موجبة ال H شحن جزئية ايش موجبة بما أنه ال N عنده زوج واحد لو أنا عندي كمان يا أستاذي كمان وحدة N H هي H هي H يا أستاذي الحزيز وعنده زوج واحد من الإلكترونات عنده زوج واحد ايش من الإلكترونات ونفس القضية هيظهر عليه شحن جزئية سالبة والباقي طبعا ال H شحن جزئية موجبة هاي ال H الموجب رح تنجذب لل N السالب ال H الموجب من الجزئية الأول رح تنجذب مع ليش خليني بس باللون باللون الأزرق رح تنجذب أستاذي بهذا الشكل كرابطة هيدروجينية تفهمت كيف علي ليش رح تنجذب لل N لأنه عنده زوج واحد إلكترونات فبيكون رابطة واحدة هيدروجينية بينما الماء لأنه أنا عندي زوجين فالمي شبكة ما شاء الله فمثلا لو أنا عندي H2O هاي O هاي H من هون وهاي H من هون يا أستاذي وزوجين غير رابطات فال O يا أستاذي هيوخذ شحن جزئية سالبة وال H شحن جزئية موجبة لو عندي جزئ ماء ثاني يا أستاذي العزيز بهذا الشكل وبدو يرتبط أو بدو يتجذب مع جزئ الماء الثاني اللي هو هاض فهون هيظر شحن جزئية سالبة وهون طبعا هذور شحن جزئية موجبة ال H موجب تنجذب لزوج إلكترونات في ال O هون وترى لو عندي H2O ثاني هون هاي H وهي H وزوجين هون وهاي شحن جزئية سالبة هاي حيكون موجب هينجذب هاي ال H هتنجذب برضو لهذا الزوج تخيل شبكة وهون كمان جزئ مع O هون جزئ مع O قصة فبيعمل شبكة لذلك المي بيعمل أربع روابط هيدروجينية تخيل الجزئية المي الواحد بيعمل أربع روابط هيدروجينية لذلك هاي باختصار شديد وكونوا عنده زوجين رابطات غير رابطات اثنين سالب وعنده ثنتين H موجبات ثنتين موجب هاي بتشبك مع O هاي بتشبك مع O لأنه ثنين مقابل اثنين بس هون عندي زوج واحد وهون مقابل الزوج واحد فيه H واحدة عشان كم بيعمل رابطة واحدة هون زوج واحد H واحدة زوجين H تين فهمنا وصلت هاي قوة الرابطة الهايدروجينية بس هيك بس هيك فهي تعريف قوة الرابطة الهايدروجينية قوة الرابطة الهايدروجينية والسل تعتمد على إيش مش تعريف عفوا فيه إلها اعتماد تعتمد على إيش يعني لما أسألك طب بين الـ NH3 والـ NH3 رابطة هيدروجينية وبين الـ HF مع HF رابطة هيدروجينية وبين H2O مع H2O رابطة هيدروجينية طب مين أقوى رابطة هيدروجينية فيهم مين آه انتبه معي فبيقولي عشان تعرف بين أقوى فأنا بدي أعتمد على شغلتين أولا قطبية الرابطة التساهمية بين الذرتين في الجزئ تمام مين قطبية أكثر القطبية أكثر ترابطه أقوى القطبي أكثر ترابطه أقوى وعلى طول الرابطة بين الجزئين متجاورا هاي الرابطة طويلة ولا قصيرة لذلك رح نلاقي قوة الرابطة الـ هيدروجينية في الماء أكبر من قوتها في الأمونيا ليه؟ لأن الرابطة بين H و O والـ O ساليبية الكهربائية أعلى من الـ N فالـ O حيكون قطبية الرابطة فيه أكبر فطاقة القوة أو قوة الرابطة الـ هيدروجينية هون أكبر بينما أن H الـ N ساليبية الكهربائية أقل من الـ O هي F O N فمنها أقل هي قطبية قطبية عالية بس أقل من قطبية الـ H مع الـ O لذلك حتكون قوتها أقل من قوة الـ H مع الـ O فهنا رح نلاقي أن قوة الرابطة الـ هيدروجينية بين جزئيات الـ F مع الـ H هي أكبر شيء يعني أنتك تقول لي مين قطبية أكثر H مع F ولا H مع O ولا H مع N أنا بقول لك H مع F ليه؟ لأن الساليبية الكهربائية الأف أعلى منهم كلهم وبالتالي قطبية أكثر بعدين تيجي الـ O بعدين تيجي الـ O تمام؟ فهمنا؟ الآن تحكي لي تعد طاقة الرابطة هي مقياس لقوة الرابطة الـ هيدروجينية طاقة الرابطة في إيش نسمي طاقة الرابطة؟ مر معنا بالصف العاشر شو هي طاقة الرابطة؟ هي كمية الطاقة اللازمة لكسر الرابطة بين درتين الطاقة اللي تلزمني عشان أكثر رابطة بين درتين فطاقة الرابطة أستاذ هي مقياس لقوة الرابطة الـ هيدروجينية لذلك طاقة الرابطة الـ هيدروجينية بين جزئات الفلوريد HF المفروض أكبر من مثيلاتها بينما كل من جزئات الماء والأمونيا وهذا يعني أنها أكثر قوة من الماء والأمونيا HF هي طاقة رابطها هي H مع O هي الـ H مع F طلع قديش طاقة رابطها ما شاء الله 155 كيلو جول لكل مول بينما الـ H مع O 21 N مع H 13 ليه طيب الـ H مع F أقوى لأنه الـ F سليمة الكهربائية أعلى فطبيعي تكون كقوة أقوى يا أستاذ سؤال هل أنا لازم دائما يصير عندي قوة أو يكون عندي ترابط هيدروجيني بين جزئين متشابين يعني N-H3 مع N-H3 أو H-O مع H-O أو HF مع HF بزبطش يكون عندي قوة ترابط هيدروجيني مثلا N-H3 مع H-O كيف؟ تعال نشوف أيضا بيحكي لي هون ممكن أن الرابط هيدروجيني تنشأ بين جزئيات مختلفة يعني مش شرط يكونوا متشابهة فمثلا الميثانول هذا كحول رح نقضي إن شاء الله على الفصل الثاني في العضوية لما نذوب الكحول في المي رح جزئياته ترتبط مع الماء برابط هيدروجيني كيف؟ طلع هاي C-H3-OH كيف شكلها؟ خليني أرسل لك إياه هون هاي C-H3-H من هون و-H من هون و-H من هون O-H هي O وشابك في ال-O-H ال-O عندها زوجي كلمات غير رابط طبعا سؤالي هاي الرابط بين ال-H وال-O ال-O عندها سالبية كهربائية أكبر فال-O شحن جزئية سالبة وال-H شحن جزئية إيش؟ موجبة صح ولا لأ؟ طيب انتبه علي غير هيك لو عندي يا أستاذي جزئ ماء مش أنت ذوبتها في المي تعالي شوف عندي جزئ ماء وعنده زوجين غير رابطات برضو كذلك ال-O سالبية الكهربائية أعالية ال-H هاي موجب ألا ينجذب الموجب إلى السالب؟ هاي إلى الموجب يش رح ينجذب لهذا السالب؟ فبنجذب بهاي الطريقة لهون وبصير عندي رابطة هيدروجينية بين H مع ال-O اللي هون فهيقوة ترابط هيدروجيني بين جزئين مختلفين آه بزبط وبتصير وما عنا أدنى مشكلة اتفقنا؟ يا رب يكون اتفقنا بيقول لي حدد من بين المواد الآتية المواد التي ترتبط جزئاتها بروابط هيدروجينية يلا أنا بدي أرسم لكم تركيب لي واسئلهم كلهم واكتبولي في الكومنتات يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة بلش هنا واحد هاي اثنين وهي ثلاثة وهي أربعة تمام؟ هاي رقم واحد راح أرسم تركيب لي واسئل انت قل لي واحد قط واحد عفوا هيدروجيني اثنين لا ثلاثة نعم أربعة لا وهكذا انت قرر واحد هايَ 170 replaced H من هنا مرادة H من هنا H3 عندي N عندهم زوجين غير رابط H من هنا و H من هو نقول لي هاي تترابط جزيئاتها بروابط هيدروجينية ولا لا تمام هاي رسم تركيب ليوس انا قاعد بساعدك الان احنا حكينا شو الشرط فيه شرط بميز فيه شرط بميز HBR هي عبارة عن H مرتبطة برابطة مع BR وهي 1 2 3 4 5 6 هذا الجزء لو بيرتبط به HBR ثاني هل بيرتبط برابطة هيدروجينية ولا لا تعال هاي ثلاثة CH3 OH هي C هي H هي H هي H وبعدين عندي OH هي O وهي H يلا انتقر هاي بترتبط برابطة هيدروجينية ولا لا خليني امسح اخر هنا بس هاي بدي امسح هذا الحكي كلياته خلص صار واضح بالنسبة لكم الامور ان شاء الله يا رب بسم الله هاي اربعة اللي هو C H C L 3 هذا يا استاذي هيا راسبته C عندي هون H وعندي C L 3 هاي C L هاي C L وهاي C L طيب انا بدي اضيف لكم واحد خامس من عندي اشوفكم صح صحين ولا لا واحد خامس هاي بدي اكتبوهون C H 3 F واللي بدي ارسم تركيب لويس الو هاي خمسة هاي بدي ارسم لكم اياه هون هو عبارة عن C H من هون H من هون H من هون يا استاذي وهون عندي F C H 3 F هذولا هاي تركيب لويس ريحتك منه انا رسمته بس انت حدد لي هل بيرتبطوا بقوة ترابط هيدروجيني ولا لا تمام اتفقينا اتفقينا هيك خلصنا الرابط الهايدروجيني بكل بساطة هلو يجي طالب يقولي استاذ هذا الدرس مهم للتوجيه لا ما حتسمع في قوة الرابط الهايدروجيني في مادة الكيمية في التوجيه يمكن تسمعها في الاحياء ما حتسمع في قوة تنائية القطب في التوجيه ولا لندن فورسيز ابدا هذا الدرس تحديدا يهل الدرس اللي راح إليه الدرس الثاني موضوع التهجين موضوع الروابط الأفلاكي المتداخلة في التوجيه ما تسمع فيه لكن موضوع القطبية كلمة رابطة قطبية مهم هذا المصطلح رابطة قطبية مهم الرابطة التناسقية في الدرس الأول مهم اسم ليويس في التوجيه مهم تمام في تفصيلات مهمة بعض الكلمات بعض المصطلحات بعض الشغلات بتهمك للسنة القادمة لكن الأهم من ذلك الوحدة الثانية اللي هي حتكون فيها إلها الحصة الأكبر من الأهم في التوجيه وإن كانت مواضيع بسيطة لكن بدك تكون ملم فيها حتى تمكن حالك في التوجيه وتأسس حالك صح الفصل الثاني في العضوية أهم وأهم العضوية كلها مهمة بكامل تفاصيلها لكن بوعدكم حنستمتع مع بعض العضوية كثير حنستمتع مع بعض تكون أمور سهلة جدا 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 الحمد لله رب العالمي العضوية من أكثر المواد اللي في الجامعة تكون تفليلها دائما أسكر هي 99 يامية بالفضل الله سبحانه وتعالى الله يا رب يوفقكم ويفتح عليكم وإن شاء الله الحصة القادمة اللي حنكمل فيها ثنائية قطب واللي بعدها لندن فورسز تكون أموركم طيبة وملح لها بإذن المولى عز وجل كل التوفيق السلام عليكم